اشتركوا في القناة التي بعثتها جامعة الأسهر الشريف إلى تشات والتي قامت بعمل صحي وإنساني خلال تواجدها بمدينة أبشا المناسبة كانت برئاسة الجمهورية بحضور أمين الدولة بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف وعدد من المسؤولين وأعضاء مؤسسات القلب الكبير تقرير عثمان عبدالغني إدريس نتابع بعد أسبوع كامل من الكشف الطبي والتحليل والعمليات الجراهية التي تمت في المستشفى الإقليمي لمدينة أبشا حاضرة إقليم والداي والتي قامت بها القافل الطبية التابعة لجامعة الأزهر الشريف بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير قامت سيرة البلاد الأولى هندد بإتنو رئيسة المؤسسة بتكريم الأطباء المصريين الذين قاموا بتردم العلال لسكان مدينة أبشا بدأ الحفل بكلمة قدمها رئيس قسم الصحة في مؤسسة القلب الكبير الدكتور محمد أبد السلام المدير العام لمستشفى الأم الطفل لمدينة عجمينة والذي قدم حصيلة القافلة الطبية المصرية وبعدها تناول ناصة الحديث رئيس البيت الأسرية الدكتور محمد أحمد العبد الذي قال إن التعاون بين مصر وشات قديم منذ الأزل وأضاف بأن القافلة قامت بكشف أكثر من أشر ألف مريض وأجرت أكثر من مئتين عملية جراهية في مختلف الأمراض الحنجرة العيون المسالك البولية الإظام والأنف والغضة الدرقية كما شكر أثناء كلمته رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند دبيتنو على هذه البادرة التي قدمتها لسكان مدينة أبشا مؤكدا بأن الأزهر يقدم الخدمات الإنسانية والصحية لصالح الضعفاء والمحتاجين في جميع أنهاء الآلم وهذا الأمل هو نفس الحدف الذي تتقاسمه مؤسسة القلب الكبير مع الأزهر الشريف وأخيرا قال بأن الأزهر الشريف سيرسل القوافل الطبية مماثلة إلى تشات بعيد ذلك قامت سيدة البلاد الأولى هند دبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بتكريم الفريق الطبي المصري من خلال شهادة التقدير والإرفان التي تسلمها الدكتور محمد أحمد العبد ممثل بإسادة الأزهر الشريفة الطبية الدكتورة فاطمة تنبوش عدم أجيد متخصصة في أمراض النساء بمستشفى الأم والطفل هي أيضا كرمت من قبل السيدة الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير وذلك من خلال ذهابها برا إلى بشة بسيارتها الخاصة لتنضم إلى القافلة لمساعدة المرضى هناك ومن ثم خطاب السيدة الأولى هند دبيتنو التي شكرت من خلاله القافلة الطبية الأزهرية وقالت إذا كان هناك أمل يستهيق أن نطلق عليه إسم إنساني فهو في الواقع تقدم المساعدات الكريمة إلى المحتاجين أو المرضى وأن جامعة الأزهر الشريفة المصرية قد قدمت الدليل الأكثر تعبيرا بإرسال قافلة الطبية متعددة التخصصات إلى بلادنا تشاد مضيفة بأن هذا هو معنى وأحمية شعارة الإرفان والتغدير التي تمنها مؤسسة القلب الكبير للقافلة الطبية لجامعة الأزهر المرموقة وفي نهاية الحفل تم أغذي صورة إسكارية جمعت السيدة الأولى هند دبيتنو بأعضاء القافلة الطبية الأزهرية بغضور أعضاء مؤسسة القلب الكبير كما تمنت هند دبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير لأعضاء القافلة الطبية المصرية عودا حميدا إلى بلدهم الجميل مصر الأربية